طلعت أرواح السياسيين والمتبقي فقط هو إعلان الوفاة رسميا وأي غرف إنعاش لم تعد تجدي لطبقة سياسية سقطت من أعلى رائحتها وهوت من جبل قمامة إن أسوأ ما يراه السياسيون اليوم هو مشهد المحطات التلفزيونية التي تنقل مراسم تشيعهم وهم يرفضون تقبل ما شئت الله التي حكمت برحيلهم بعدما تجاوزوا خيار الناس ففي اليوم الثاني لانتفاضة الشعب ما تزال الحكومة وأطرافها السياسية تعول على أكسجين البقاء وتعطي لنفسها المهل تعيد بما لا تستطيعه مشنوقها الأول سيحاسب الأمن المتسبب بأطلاق الرصاص ومشنوقها الثاني أعلن عن تقديم موعد فضي عروض النفايات ورئيسها وقف على شفير الخميس فإما الإنتاج أو ينسحب ليصرف الأعمال لكن ماذا في تفصيل هذه الحركات وزير الداخلية سيؤنب عناصر وضباطا لهم مرجعية تعطيهم الأوامر ووزير البيئة أقدم على قرار تقريب موعد فض العروض والمطلوب أن يفض سيرته ويرحل مع الراحلين وأن يدرك أن خطوته اليوم كان له أن يتخذها قبل شهر على الأقل لا يتظر اكتمال عروض التحاصص السياسي لترسل مناقصة على الأقوى رائحة أما رئيس الحكومة أمام سلام فليس مستعجلا ولا شيء يستدعي عقد جلسة لمجلس الوزراء الليل أمس ولا اليوم أو غدا إنما الخميس في موعدها المعتاد ولا يستحق الوضع اجتماعا استثنائيا طارئا عاجلا إن تعذر في السراي المطوقة ففي أي مكان آخر الخميس يعني الخميس على اعتبار أن الحكومة تضمن بقاءها على قيد الوزارة حتى ذلك الموعد ولحينه فإنها تحيى على رش المياه وعلى خرطيما توجهها للمتظاهرين الذين لن ينطفئوا والمرة الأولى فإن المياه ستشعل نارا وتشد العزائم فما الذي طرحه تمام سلام اليوم؟ وإلى أين أخذ الناس؟ هو اتهم قوى ونفايات سياسية لكنه لم يتحلى بروح الجرأة ليكاشف المواطنين بحقيقة هذه النفايات من هي؟ ولماذا لم يسمي النفايات السياسية بأسمائها؟ هو صابر لكن من قال له أن المواطنين سيتحملون صبره بعد اليوم؟ هو مستعد لدعوة الشبان والاستماع إلى مطالبهم لكن ألم يسمعهم في الشارع؟ ألم تصلوا أصواتهم إلى داخل مكتبه في السراية؟ ألم يشاهد محطة تلفزيونية واحدة تنقل وجعهم على الهواء؟ إن ما أدل به رئيس الحكومة اليوم لا يشبه إلا صمود اللحظات الأخيرة لزين العابدين بن علي في تونس وحسن المبارك في مصر ومعمر القذافي في ليبيا وأمصال الدعم التي وصلته من المخترب اللبناني سعد الحريري في الرياض أو من المقيم الدائم في الترشح للرئاسة سمير جعجع كلها لا تؤمن حياة في سرايات ولكي لا يتحمل سلام وحده وعبء الرحيل فإن ثورة الناس هي في وجه كل الطبقة السياسية التي صارت من زمن النفايات وتستعمل اليوم الرصاص المطاط وخرطيم المياه في خدمة زعماء الزبالة كله مسؤول من رئيس الحكومة الذي يخاف أمراء النفايات إلى رئيس مجلس النواب الصامت والمتحرك أمنيا عند أبواب ساحة النجمة إلى زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي الذي دف ودار حول التظاهرة وصولا إلى كل مشارك في هذه الحكومة لم يتخذ قرار الهرب من جحيمها بعد